فوق الشبهات مرحبا بكم شبهات اليوم الجهاد والقتال في الدين الإلهي هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية يقول الإشكا الكتب السماوية والدين عموما يدعو إلى القتال ويحرد على العنف وتثبيت مبدأ العنصرية وتهميش للآخرين وإقصاء غير المؤمنين بوجود الإله هذا في الحقيقة افتراء محض على الإله وعلى الدين الإلهي فالدين الإلهي واضح وصريح في موقفه ورفضه لكل جوانب العنصرية قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا فرق بين إنسان وآخر فلا فرق بين ذكر وأنثى ولا فرق بين عربي وعجمي ولا فرق بين أبيض وأسود الكل سواء في الامتحان والكل سواء في إمكانية الارتقاء إلى أعلى الدرجات أو إمكانية التسافل إلى أسفل المراتب أما من يدعي غير هذا فهو إما لا يعرف الدين الإلهي وأخذ النصوص مقتطعة من القرآن أو أنه أخذ فهم النصوص عن غير أهل هذه النصوص وللتوضيح فالمرجح أن صاحب هذا الإشكال يقصد بالنصوص التي تحرد على الإقصاء والعنصرية الآيات القرآنية التي تبين قانون الإيمان ولن أناقش عن نصوص في غير القرآن لأن الكتب الأخرى تشهد نصوصها الموجودة حاليا فيها بتحريفها إذ أنها فضلا عن التناقض في عدد من المواضع فهي تنسب للأنبياء عليه السلام ما لا يرضاه الخلق الإنساني بالمر أما النصوص التي في القرآن ويعتبرها البعض تحريضا على العنف أو تهميشا للآخرين أو إقصاءا فهي لا تعد كونها نصوص توضح قانون الإيمان الذي به يكون الإنسان مؤمنا وتبين معنى الإسلام وأنه هو التسليم لله ولخليفة الله في أرضه في كل زمان والذي ينصبه الله سبحانه وتعالى ويبينه للناس من خلال قانون خلافة الله في أرضه وذلك منذ اليوم الأول للإنسان الأول على هذه الأرض وهو نبي الله آدم عليه السلام الذي نصبه الله خليفة في أرضه كقوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرشعون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه النصوص ليست بصدد تهميش أحد أو الحكم على أحد أو التحريد على العنصرية أو الإقصاء أو العنف إنما هي بصدد بيان قانون الإيمان المقبول عند الله وهو التسليم له ولخليفته في أرضه أما إن كان وضع قانون الإيمان يعتبر تهميشا للآخرين الذين لا يقبلونه فكل مجموعة يؤمنون بفكر معين يجب اعتبارهم إذن بحسب هذا القول ممارسين للعنصرية وهذا ما لا يقول به عاقل أما كون ما لا يدخلون ضمن هذا التعريف كافرين فلا يعني ذلك الحد على بغضهم أو إقصائهم أو إيدائهم نعم بلى هناك بغض المطلوب في الدين الله عموما وليس الإسلام فقط بل وفي الإنسانية وهو بغض المعصية والكفر وبغض الشر والرذيلة والظلم وكل خلق سيء وليس بغض العاصي والكافر فالبغض ليس لنفس الإنسان ولكن لما تحلى به من صفة والعاصي والكافر نفسه لو سمع حاله من غيره لأبغض هذا الحال أما القتال في الإسلام والدين الإلهي عموما فهو ليس عبثيا ولا يتناقض مع الإنسانية والسلام والرحمة والحب والأخوة والمودة فكل القوانين الوضعية تكفل حق الدفاع عن النفس وتسن مجموعة محددات ومعايير يتم التعامل بها ومن خلالها أثناء الحرب مثلا لكن القتال في الدين الإلهي لابد فيه من شروط أهمها وجود الحاكم الإلهي المنصب منه سبحانه ولذلك لا يمكن بأي حال مقاضاة الدين بسبب من يقاتل بإسم الدين دون إذن أو أمر من صاحب الأمر وإنه من الظلم تحميل الدين جرائم من حكموا بإسمه وقاتلوا بإسمه دون ما إذن وتنصيب منه سبحانه وتعالى أما النصوص والآيات القرآنية التي تفصل قوانين الحرب والقتال والحقوق والواجبات فصاحب الإشكال مع الأسف وبحسب الظاهر يتعامل معها بنفس أسلوب من يدعون اليوم التدين ويكذبون على الله وعلى رسله عليه السلام فيسيئون للدين أكثر مما يسيئ له مخالفوه كحال الوهابية الذين يجزئون القرآن ويقتطعون آيات أو نصوصا خاصة بحالات وظروف خاصة كحالات الحرب أو النزاعات في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وما شابها فيعتبرونها دستورا عاما خارج نطاقها وفي معزل عن القائد الحقيقي الذي هو خليفة الله بينما أن القرآن هو منظومة متكاملة يجب أخذها كاملة وليس اقتطاع النصوص بما تهوى الأنفس والفهم الصحيح والتطبيق الفعلي لا يتسنى إلا لمن أنزلت عليه تلك النصوص والدساطير الإلهية كما قدمت وهم خلفاء الله في كل زمان والمنصبون منه سبحانه وتعالى لا غيرهم فمن يراجع القرآن سيجد التالي أولا نص محكم وواضح كل الوضوح وهو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وهو بيان لا لبس فيه يحث المؤمنين على قتال من يقاتلونهم وينهى على الاعتداء على الآخرين هذا نص محكم ثانيا آيات خاصة بإعلان الحرب وهي إن لم تكن حروبا دفاعية فلابد أن يبين أمرها خليفة الله وحده ثالثا آيات خاصة بقوانين وحقوق وسلوك أثناء الحرب ويعتبرها من لا يفهمون القرآن نصوصا عامة فالنصوص المشار إليها تصريحا أو تلميحا من أصحاب هذه الشبهة وهذا الإشكال عادة ليست إلا تلك الآيات المتشابهة كالتي تبين بعض حقوق الجنود المؤمنين في الجيش الإسلامي أثناء الحرب وفي ساحة المعركة مثلاً وهو أنه من حقهم أن يقتلوا الكافر الذي يقاتلهم وتبين أيضاً أنه من حقهم أخذوا الأسرة وتعطيهم الحرية في التعامل مع الأسرة فإما أن يطلقونهم بدون مقابل أو يبادلونهم أو يفدونهم فإن الإشكال في هذه الآيات وقد قلنا أن القرآن عبارة عن قانون الإلهي ليس للعبادة فقط بل يبين أيضاً السياسة والحكم الإلهي وحقوق المؤمنين وما يجب عليهم وهي على أقل تقدير متشابهة والقاعدة المقررة في الدين الإلهي هي أن المتشابه يرجع إلى المحكم والمحكم واضح وهو قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فلن نجد أبداً في القرآن حساً على قتال من لا يقاتلون أو لم يبدأوا بالقتال هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية